الهدى والنور ورواية المأثور علم غدا مأثور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد في السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته و أهلا و مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نواصل فيه طرح هذه الأسئلة أمام فضيلة الشيخ الجديد الدكتور كهلان بن بهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة و الأسئلة التي جاءت عن طريق مواقعنا على شبكة المعلومات العالمية فيسبوك و التويتر كثيرة جدا تحتاج في الحقيقة الأمر إلى حلقات أو تحتاج إلى ساعات حتى يتم استيعابها لكن بقدر الأمكان نحاول أن نتناول منها ما نستطيع هناك أيضا أرقام يمكن عن طريقها أن تتواصلوا ولكن هذه المرة بعد الفاصل نظرا لأننا نريد أن نعطي وقتا جيدا لهذه الأسئلة الكثيرة تسعة تسعة صفر صفر واحد أربعة واحد وتسعة تسعة ثمانية صفر واحد تسعة واحد تسعة المفتاح صفر صفر تسعة ستة ثمانية فأهلا ومرحبا بكم أهلا ومرحبا بكم فضل الشيخ وأهلا وسهلا بكم وحي الله الإخوة والأخوات الذين يتابعون وأسأل الله تبارك وتعالى في بداية لقائنا هذا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيب الاخترقية كانت قد طرحت سؤالا بالأمس وأقلنا تقول في شركة في شركة تداول العمولات يقول إنها حرام تقوم على المعايير الآتية البيع الشراء يتم في نفس الوقت تقول الشركة أنه لا يوجد وسيط ولكن هي تقوم مكانه يقال مثال الدال فقط هي التي أدخلتنا السوق يعني مثل الدلال عفوا مثل الدلال هي التي أدخلتنا إلى السوق وتأخذ عمولة في كل صفقة بسعر ثابت وأنها مبالغ لا يتم تشغيلها وهي مفصولة عن الشركة هذا النوع من التعامل جائز أم لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا بواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم وهدنا إلى الطريق الأقوى إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم أما بعد فإنه فيما يعرف بتجارة العمولات لم نجد شيئا تصدق عليه الاشتراطات الشرعية ويكاد يكون من المتعذر أن توجد أمثال هذه المعاملات وهي فيما هو مأذون به شرعا والسبب هو أن العمولات إنما هي أثمان فهي في المنظور الشرعي قيم وأثمان للسلع والخدمات وليست هي في ذاتها بالأصول ولا هي بالمنافع والخدمات التي يمكن أن يكون الاتجار فيها وهذا فارق قوهري بين معنى المال في الإسلام وفيما سواه من الأنظمة الوضعية وفهم الناس لهذا الأصل يسهل عليهم كثيرا معرفة الفروق بين أنشطة الاقتصاد الإسلامي وغيرها من الأنشطة فالمال في الإسلام المقصود به في هذا السياق الذهب والفضة والنقود هي أثمان هي قيم تقوم بها الأصول والخدمات والمنافع والسلع أما هي في ذاتها فليست سلعا ولا منافع أو خدمات حتى يكون الاتجار واقعا فيها هذا فارق جوهري أما في الأنظمة الرأسمالية السائدة على سبيل المثال وفي أنظمة البنوك التقليدية المنتشرة في أنحاء العالم فإن النقود إنما هي سلع يتاجر بها ويتمول منها ولذلك فإنهم يرتبون عليها ما يعرفونه بالزيادات والتي هي في حقيقتها زيادات رباوية ولذلك هذا الفارق الجوهري مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا فإذا أخذنا مثالا الاتجار في العمولات إذن الاتجار هنا المعاملات واقعة على ذات هذه العمولات فهي مقصولة لذاتها أي أن يكون الاتجار واقعا فيها فيكون التربح والتمول من صفقات البيع والشراء وهذا هو الفارق هذا هو الأصل الذي يرتب الحكم الشرعي بعدم الجواز لأنها تحولت من أثمان إلى أعيان يتاجر بها وهذا لا يصح شرعا فضلا عما يكتنف أسواق العمولات وقد أشارت السائلة إلى وجود وسيط في الحقيقة الوسطى يضعون في المقدار الذي يدخل به الراغي في الاتجار يضعون مضاعفات ائتمانية فقط ليست نقودا حقيقية لأنه مأذون لهم بذلك من الأسواق العالمية فلا يمكن قد يكون هو يتعامل مع وسيط دولي يتعامل مع سلسلة من الوسطاء لكن الحاصل أن هذا النوع من الاتجار لا بد له من وسطاء وهم ما يعرفون وأذني على استخدام الكلمة يسمون في عالم المال والاقتصاد بروكرز أي وسطاء مأذون لهم فيدخل على سبيل المثال يدخل هذا الراغي في الاتجار يدخل بألف ريال يضعونهم نظريا ما يبلغ بهذا المبلغ إلى مئة ألف أو إلى مليون ريال وهي مجرد أعداد فقط ينتهزون فرصة يعني غلاء هذه العملة فيبيعون يأخذونهم الأرباح المتحصلة على ما زاد على الألف ريال ويتركون الأرباح هذه البسيطة لهذا الذي دخل يعني تكون أرباحه على الألف ريال هذا في حد ذاته ولذلك هم يحاولون يأتون ويقولون على سبيل المثال فوريكس إسلامي لا يوجد شيء اسمه فوريكس إسلامي يعني لا بد أن يكون هذا هو النظام القائم ليس لنا نحن أن نبتدع ونكيف الأمور كما نشاء نحن هذا هو الواقع يعني طريقة من يقرأ في المجلات الاقتصادية وفي الكتب المتخصصة يعرف أن النظام العالمي في هذا النوع من الاتجار جعل وسطاء عالميين مصرح لهم هم بعد ذلك يعطون حصة يعني وسطاء أقل منهم مرتبة وهكذا إلى أن يصلوا إلى ما يعرف بالمتداول العادي نعم يكتنف هذا الأمر ما يتعلق بتبييط الصفقة وهذا أمر لا بد منه لا مناصة منه لأن أسواق المال تغلق تغلق في يعني يوميا تغلق في ساعات محددة ثم إنها تغلق في عطلة نهاية الأسبوع وهذا شرعا يورث يعني حرجا فيما يتعلق بسعر الصرف لأن الأصل في الصفقة يعني في الذهب والفضة أن تكون مثلا بمثل يدا بيد أن تكون حاضرة فإذا ما بيتت الصفقة فإن هذا يعني يدخل فيها النسئة ويدخل فيها الزيادة لا يصبح فيها يعني المثلية يأتي أحد ويقول لا هناك احتياط ويتجنم مثل هذه الحالات لا يمكن هي من طبيعتها كذلك فبعد هذا يعني بعد هذه الجولة يكون الحكم الشرعي وعدم جواز كل هذه الأنواع الموجودة فيما يعرف بتداول العملات والله تعالى جميل إذن هذا يقيب على سؤال الأخ السعيدي حكم تجارة الفوركس تجارة العملات هناك حسابات إسلامية للتعامل مع الفوركس كما يقول إذن ليست صحيح الحكم واحد إذن نعم جميل جدا طيب هناك أيضا مجموعة من الأسئلة يقول السائل ناصر ما حكم إقامة بوفيه أيضا استخدم هذه اللفظة نعم الطعام المتنوع في المسجد فيه ذبائح ومأكولات متنوعة لجماعة المسجد وذلك من مال المتبرعين للمسجد والمتبرعين لفطرة رمضان نعم ما هو الإشكال الذي يسأل عنه أما إذا كان الكلام على أن يكون هذا داخل المسجد فهذا يتعارض مع قدسية المسجد وتنزيه ولزوم تنزيه المساجد عما لا يليق بها مما عمرت من أجله من ذكر الله تعالى وإقام الصلاة وتلاوة القرآن وطلب العلم النافع فأن تكون الموائد داخل المساجد هذا لا شك يتنافى مع قدسية المسجد أما إذا كان يقصد في صرح المسجد في مكان خارج المسجد وإنما هي من أموال متبرعين لا إشكال أما أن تكون من أموال المسجد فلا لا إذا كانت من أموال المسجد الأصل حتى يفهم الناس في فقهنا الإسلامي حينما يقال مال المسجد فالأصل أنه لعمارته وصيانته هذا هو الأصل فيه نعم يعني بما نعرفه نحن اليوم فيما يتعلق بالجوانب الإنشائية العمرانية المادية لإحتياجات المسجد هذا هو الأصل فيه أما ما كان متعلقا بجماعة المسجد فهذا باب آخر يعني قد تكون هناك من الأوقاف ما هو لجماعة المصلين أو ما يكون على سبيل المثال كفطرة الصائمين أيضا فهذه أغراض مخصوصة لكن ما كان من أموال المسجد فإنها تصرف إلى عمارته وإصلاح شأنه نعم ألحق بعض الفقهاء المتأخرين ما كان متوافقا مع رسالة المسجد من أمر التعليم على سبيل المثال كأن توجد فيه حلقات لتعليم القرآن الكريم أو العلم الشرعي النافع توسع بعض الفقهاء ويعني نقول للخروج من أيضا دائرة الشبهة يمكن أن يؤخذ من الفضلة لا من أصل المال ولا مما يحتاجه المسجد في الحال ولا في المآل مما يتوقع أن المسجد يحتاج إليه من صيانة وتعمير ومصاريف ومغارم وفارش وغير ذلك وإنما تكون مما زاد عن هذه الحاجة يمكن حينئذ أن تنفق فيما يكون متناسبا متوافقا مع رسالة المسجد والله تعالى لو أرادوا فضلة الشيخ أن يشتروا من هذه الأموال التي دفعت للمسجد أن يشتروا بها صندوقا لحفظ هذه الأموال لكن من نفس الأموال لحفظ صندوق لما المسجد إن خافوا عليه من الضياع فلا إشكان سؤالا آخر هل تقوز زكاة الذهب للمساهمة في سداد تكاليف علاج مريض غير مواطن يتعالق في السلطنة إن كان مسلما محتاجا وهذا المرب لا يتحصل علاج له بالمجان فلا مانع إن شاء الله تعالى أبو عميد يقول من ترك في إحدى البنوك أو في أحد البنوك مبلغا وعند بدء البناء يخرج هذا المبلغ وإذا اكتمل الحول عليها هل عليه زكاة في بعض الأحيان صياغات لسؤال المهم ترك مبلغا من المال في البنك يأخذ منه أقصاطا لإكمال البناء للمقاول ولكن حال الحول على مجموعة من الأموال لا تزال باقية يطرح القسط الحال عليه أما ما كان غير حال فإنه يحسبه من الوعاء الزكاوي الذي يخرج منه المقدار الواجب عليه إذن ما كان عليه من أقصاط متناسبة في أغلب عقود المقاولات تكون الدفعات متناسبة مع مراحل البناء فهو ما كان حالا سداده عليه الآن فإنه يطرحه وإن كان لم يدفعه بعد طبعا أما إذا كان قد دفعه فالأمر واضح فعلى سبيل المثال قد يكون خلال هذه الأيام سيحل عليه أداء هذا القسط هذا يطرحه والباقي يزكيه والله تعالى لنبقى في موضوع الزكاة أيضا فضلت الشيخ هذا أحد السائلين وهذا هو القول المختار له يعني المسألة فيها خلاف لكن هذا هو القول المختار له أحدهم يمتلك محلا تجاري يبيع السراميك ويبيع الأشياء المتعلقة بالبناء نعم يقول طبعا حركة الشراء عليها يعني كثيرة وموجودة باستمرار نعم الآن يريد أن يخرج زكاة هذه الأدوات الموجودة معه في المحل هل يقومها مثلا أم يقوم بجردها لا تختلف عن يعني زكاة عروض التجارة نعم فهو في نهاية الحول ينظر في الأرباح المدخرة لدي المتحصلة من تجارته تلك ثم في السلعة المعروضة في يوم إخراج الزكاة بقيمتها السوقية يقومها يحسبها ويطرح المغارم الحالة عليه والباقي هو الذي يزكيه بإخراج نصف العشر بإخراج اثنين ونصف منه هل يقوم بعدها كاملة أم يضع مبلغا تقديريا لا يحسبها يحسب هذه السلعة المعروضة قد تكون كثيرة وفيها مشقة أو شيء لا ليست هو يعني طالما أنه تاجر فالأصل أنه لديه من يعني الكشوفات والطرق التي تعينه على جرد السلعة التي لديه ومعرفة ما باع منها وما زال معروضا منها فعليه أن يحسب نعم نأخذ هذا السؤال ثم نستلم كالمات الأخ يحياء يقول نحن فريق أهلي نمتلك قطعة أرض نريد استغلالها لممارسة الشباب لمختلف الرياضات لكن في الوقت الراهن قمنا بتأجير هذه الأرض لإحدى الشركات وذلك لأجل الانتفاع بمبلغ الإكياء من المالك للأرض نحن فريق أهلي نمتلك قطعة أرض نريد استغلالها لممارسة الشباب لمختلف النشاطات الرياضية نعم لكن في الوقت الراهن قمنا بتأجير هذه الأرض لإحدى الشركات وذلك لأجل الانتفاع بمبلغ الإيجار في بناء مرافق رياضية مستقبلا لهذا الفريق مبلغ الإيجار الذي استلبناه من هذه الشركة حال عليه الحول وبلغ النصاب ونقوم حاليا بسحب جزء منه شهريا لتأطية نفقات ومصاريف الفريق فهل تلزمنا زكاة؟ نعم تلزمهم زكاة في الباقي نعم فطالما أن المبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول فعليهم زكاته لأن ذمة هذا الفريق ذمة معنوية واحدة نعم ففي هذه الحالة عليهم إخراج الزكاة حينما تتحقق فيه الشروط أي في المال الشروط جميل نأخذ مكالمة إذن أخي أحمد الرواحي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله معي ألواحي شخصان شخصان في ديان ثلاثة جماعة في المسجر وقصاد الصف بعدما اجتمل ورحمة الله انتقض السلام تضطرهم خلوث للخلال السؤال ماذا يفعل الرجل المتبطي بنفسه جيد طيب مشكور أحمد أزاك الله خيرا الأخي عقوب من معنى أحمد لي عقوبي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك الحمد لله أخي أحمد أهلا بكم مرحبا الله بارك سؤال الآن لو سمحت فضل سؤال الأول ذكر الشيخ قبل عدة حلقات في هذا الرمضان أنه لا يوجد تراجف بين الكلمات في القرآن الكريم نعم وذكر على هذا مثال ولكن في العام الماضي أذكر أنه فضيل الشيخ أيضا ذكر أنه هناك لا يوجد فرق بين كلمة سنة وكلمة عام نعم فأحببت التوضيح والاستيضاح من فضيلة الشيخ يمكن أنا فهمت المقصد غلط طيب فأردت التوضيح واضح ساكن الله خير واضح السؤال الثاني ما هو الراجح عند فضيلة الشيخ في من هو الرجل الصالح في قصة سيدنا موسى رجل صالح في أهل مدين طيب الرجل الصالح الذي كان رافقه موسى عليه السلام لا الرجل الصالح الذي ذهب آه إليه موسى نعم في مدين نعم طيب طيب إن شاء الله مشكور أخي أحمد شكرا جزيلا لك أحمد الرواحي يقول الشخصان يصليان صلاة الجماعة ولكن كان منفردين في الصف الثاني فقط انتقضت صلاة أحدهما وبقي المصلي الآخر بنفسه بمفرده هل يبقى أم يسحب أم ماذا يصنع انتقضت صلاة الإمام أو المأمون لا يعني هم ثنان في الخلف فقط مأمومان مأمومان نعم انتقضت صلاة أحدهما نعم وانسحب وبقي وحده في الصف نعم في هذه الحالة قيل إنه يعني يجر أحدا من الصف المتقدم إن كان هناك صف متقدم أو يتقدم إلى الإمام إن كان يعني ليس هناك إلا الإمام فإذا جاء ذلك المأموم الذي خرج فإنه يجره إليه وينشئان صفا آخر ويبدو أن هذا هو الحل الأمثل في حقه إذا كان الصف الأول مكتملا مهم في الصف الثاني نعم يجر أحدا من الصف الأول حتى يصف معه فلا يصف منفردا وقيل لا حرج عليه هذا القول أيضا موجود لأنه دخل في صلاته في صف صحيح شرعا لأنهما اثنان وهذا طرأ عليه الخروج فهو لم ينشئ صفا منفردا لكن تجنبا من يعني الخلاف في المسألة الأولى أن يجر أحدا من الصف المتقدم فإن شعر بحرق وارتباك هل يسعه الأخذ أصل المسألة فيها خلاف نعم والخلاف هنا أضعف لأن الصف لما ابتدأت الصلاة كان يعني صفا مكتملا كان صفا يعني لم يكن فيه مصل منفرد لوحده وإنما كان معه آخر وهذا طرأ عليه ناقض لصلاة فقد يوسع له نعم لا سيما إذا رأى أن ذلك يمكن أن يحدث إرباكا أو خللا أو فسادا في صلاة من يجره والله تعالى الأخوة الذين سألوا عن موضوع الحائض هل تصوم أم لا هذا تمت الإجابة عليه طبعا وهناك مقطع متداول الآن يمكن الإخوان يعودوا إليه هذا الحقيقي يبعث سؤاله باستمرار نعم يقول في صغري أحضر لي عمه ورقة كتبت بالزعفران ولا أعلم ما كتب فيها وقال لي أن أمحيها في ماء وأسقيها لفلانة شاورت والدي في الموضوع فنهاني عن هذا الفعل ولكن عمي قال يسألني في اليوم التالي وأجبرني على فعله ففعلته ومنذ ذلك اليوم أنا أشعر بالندم مخافة أن يكون ذلك الفعل قد أضر بها للعلم بأن فلانة متزوجة ولكن كما سمعت أنها غير سعيدة في حياتها الآن ما الذي علي أن أفعله هل علي ذنب وهل ما كتب في تلك الورقة يمكن أن يكون سببا في ذلك الشقاء الذي أصاب المرأة عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى نعم حتى يتحقق ما الذي اجتملت عليه تلك الكتابة هل فيها شيء مما من أعمال السحر والشعوذة والعياذ بالله فأفضل ذلك إلى الإضرار بالمرأة الحاصل أن الآن عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وليسعى مع المرأة في أن يوصل إليها ما يحصنها من الضر والأذى من رقا شرعية من كتاب الله عز وجل ومما هو ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن وجد من أهل التقى والعلم نعم من يمكن أن يبطل له أثر ذلك المكتوب إن كان سحرا فلا حرج في أن يستعين بل ينبغي له أن يسعى إلى الاستعانة به وهذه استعانة مشروعة شريطة أن يتثبت من أنه من أهل التقى فيكون معروفا عند من يتعامل معهم وفي أهله ومجتمعه بأنه من أهل الصلاح والورع والبعد عن الشبهات وأن يكون مع ذلك أيضا من أهل العلم والدراية في هذا الشأن نعم فحينئذ لا يوجد ما يمنع بل ينبغي له أن يلجأ إليه مستعينا به في دفع البلاء عن تلك المرأة والله تعالى خضر الشيخ هذه النفوس الخاربة موجودة في المجتمعات وتستخدم هذا النوع من السحر لإرباك الأسر أو لإحداث الشقائف داخلها كيف يحصن الإنسان نفسه بحيث لا يمكن أن تخترقه هذه الأفعال الشائنة أولا بالعقيدة الإيمانية الراسخة التي تبصره أنه ما من شيء يمكن أن يصيبه إلا بتقدير من الله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك فعليه أن يتزود بهذه العقيدة الإيمانية أولا لأنها تورثه طمأنينة وتمكنه من الصبر وتعينه على تخطي أمثال هذه الخطوب ثم ليستعذ بالله تبارك وتعالى محصنا نفسه وواق لها من غلواء أهل الزيغ والباطل والشعوذة والسحر والمفسدين في الأرض وذلك يكون بما أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه من آيات وسور تحصن المسلم من نحو سورة البقرة فواتح سورة البقرة إن كان لا يقوى على المداومة على سورة البقرة آية الكرسي وما بعدها خواتيم سورة البقرة والإخلاص والمعوذتين أو الإخلاص والمعوذتان وعليه أن يكثر منهما ويعني لا ريب أن كتاب الله عز وجل شفاء ووقاية والله تبارك وتعالى يقول وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا فليحصن نفسه بآيات التحصين في كتاب الله عز وجل وبما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستعاذات المعروفة المشهورة أعوذ بكلمات الله التام من كل شيطان وهام ومن كل عين لام أعوذ بكلمات الله التامات العامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يخرج من الأرض إلى آخر الاستعاذات المعروفة وبحمد الله تعالى هذه متاحة أيضا في المكتبات ليتأكد من أنها رقى شرعية يداوم عليها أدبار الصلوات قبل طلوع الشمس قبل غروب الشمس عند الفجر بعد صلاة المغرب قبل نومه لا يهمل نفسه من هذه المحصنات وليشغل دائما أيضا لسانه بذكر الله تبارك وتعالى في مختلف أحواله عند دخوله وخروجه عندما يعني يأكل أو يشرب أو ينام عندما يخرج في سفر عندما يعود من سفر عندما يكون في مجلس عندما يقوم من مجلس إلى آخر يعني ما هو معروف أيضا فيما يتعلق بالأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسي أيضا أن نؤكد على أهمية المحافظة على الفرائض فإنها لا شك من أقوى المحصنات لا سيما الصلاة فربنا تبارك وتعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة والصلاة خير موضوع فمحافظته على الفرائض وبعده عن المنهيات المحجورات لا ريب أنها في صدارة ما يحصنه من الوقوع في أمثال هذه الفتن نعم فليجتنب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه وليحرص على أداء المفترضات مع تحصين نفسه كما تقدم بالأذكار والأوراد الثابتة وبإذن الله تعالى لن يضيره كيد هؤلاء المشعوذين والمبطلين نأخذ مكالمة أخي يونس أخي يونس تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بكتور صيف كيف الحال؟ الحمد لله أخي يونس أهلا بك ورحمة الله صديق الشيخ كهلان كيف حالك وخير؟ خياك الله يا أخي بارك الله وفيك الله يحفظ عندي سؤال بخصوص البغبغاء سمعت أحد كبار السن يقول أنه كيف الأثر أن البغبغاء حرام وتحريمها مثل الكلب يعني مثل تحريم تربية الكلب في البيت ما صحة هذا القول يعني الحرمة هنا المقصود بها هو في الأكل أم في التربية؟ لا في التربية دخولها في البيت حتى نحن تتكلمنا معه وقال أنه حرمت مثلها مثل الكلب طيب إن شاء الله بإذن الله تمام دكتور؟ إن شاء الله كيد هذا سيحل إشكالا إن شاء الله ربما يعني تولد نوع من القلق الآن عند المربي جميل عندك سؤال آخر من معنا إذن؟ راشد الصالحي لخ الصالحي معنا نعم تفضل كيف؟ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف؟ خير؟ خير ولا الحمد الله يبارك فيك أبروك عليكم الشهر الله يحفظك الله يبارك فيك تفضل يا ربما تفضل سأل سمح تفضل هذا هو هذا صاحب أم لا؟ عن والديك طبعا عن أبيك سأل ثاني طيب سأل ثاني اللي يبيته سكران من سكر جوز عليه صدقة أم لا؟ نعم شكرا الله يبارك فيك موضوع الترادف فضل الشيخ في القرآن الكريم أحد الأخوة يسأل يقول أنكم ذكرتم بأنه لا يوجد ترادف في القرآن الكريم ولكن تذكر أنكم قلتم في فترة من الفترات أن هناك اختلاف ترادف بمعنى التطابق الترادف الذي هو التطابق تام في المعنى بين المفردات أنا من أنصار أنه لا وجود له في كتاب الله عز وجل نعم فلكل كلمة دلالتها ومعناها قد يقترب كثيرا من ما يعرف ب يعني رديفاتها من المفردات والكلمات لكن هناك فوارق قد تكون هذه الفوارق دقيقة للغاية وقد يقتضي السياق استخدام تلك المفردة لأن دلالة الكلمة في مثل ذلك السياق هو المعهود في الأفصح من لغة العرب ولذلك نجد يعني أن يعني التطابق بمعنى التماثل التام الترادف بمعنى التطابق التام لا وجود له حتى فيما يتعلق بكلمة العام والسنة التي تقدم الجواب عنها فيما مضى إنما كان في سياق الرد على من ادعى يعني معنا لا يحتمل لا تحتمله لغة العرب ولا لغة القرآن الكريم لكن هذا لا يعني أن الاختيار بينها في كتاب الله عز وجل ليست من ورائه حكمة تجعل من استخدام كلمة دون الأخرى يلحظ فيها معنى لطيف دقيق سأذكر مثالا يعني لا أعرف إذا كان السؤال له أو لغيري قال أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج نعم قال ثماني حجج والحجة هي السنة نعم إذن فلما استخدم كلمة يعني حجة وقال حجج ولم يقل ثماني سنوات أو ثمانية أعوام نعم لأن هذه البيئة بيئة عربية التي كان فيها الرجل الصالح هو الذي يسأل عنها أيضا مدين هي بيئة عربية في بلاد العرب والعرب تعرف الحج إلى بيت الله الحرام وكانت عبادة ماضية فيهم كانوا يعرفونه وبه يؤرخون نعم ولذلك جاء ذكر هذه الكلمة بما يتناسب مع البيئة التي حدثت فيها هذه القصة واللغة التي استخدمها أهلها وكانت كاشفة عن بعض الجوانب التي نعرفها نحن اليوم بالجوانب الثقافية لهذه البيئة ومنها أنهم يعرفون الحج إلى بيت الله الحرام وأنهم يؤرخون به يؤرخون بالحج إلى بيت الله الحرام وهذا يكشف أيضا جوانب أخرى في قصة موسى عليه السلام ليست هي محل البحث الآن لكن هذا هو المعنى اللطيف الذي نجده يأتي أحد ويقول بأن الحج في هذا العام هي 12 شهرا قمريا إذن هي تساوي السنة تساوي العام هذا لما قلت بأن التطابق التام لا يوجد هناك معاني دقيقة سواء كانت في ذات الكلمة في معناها أو كان في استعمالها فهذا تنبيه مهم لا يلزم بالضرورة أن يكون الفارق في دلالة الكلمة المفردة وإنما في كيفية استخدامها متى تستعمل هذه الكلمة دون الأخرى هذا هي الفوارق التي نجدها في كتاب الله عز وجل هذا ما يتعلق بالترادو هناك عندنا إشكال عن فضل الشيخ ولكن بعد الفاصل إن شاء الله فاصل قصير عزيزينا نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى لمواصلة طرح هذه الأسئلة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني وفرت لك على ما كان فيك ولا أفالي من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة إلى ربك وخالقك اليوم يوم المرحمة اليوم حفظ الحرمة هذه لغة النبي كانت قل أعوذ برب الناس وأعوذ أي أعتصم وألتجئ إلى الله عز وجل مرحبا بكم عزيزينا الكرام في حلقة مفتوحة نستقبل فيها مختلف الأسئلة أرجونا الإخوة أن يتوقفوا الآن عن الاتصالات ريثما ننتهي من هذه الموجودة الإشكال الأول فضل الشيخ في مسألة الترادف في القراءات يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا نعم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا نعم هل إذا قلنا لا يوجد هنا ترادف معنى ذلك أن الآية تعطي معنيين ولا يوجد ما يمنع من ذلك على أنهم ينبغي ملاحظة أنني لم أنفي يعني الترادف بمعنى التطابق التام بين مفردتين أو أكثر في الدلالة على نفس المعنى هذا هو الذي قلت أنني لست من أنصاره في كتاب الله عز وجل لكل كلمة دلالة هناك خصوصية لتلك المفردة لا تعطيه المفردة الأخرى كما قد يوجد للمفردة الأخرى أيضا معنى خاص دقيق فيها لا تدل عليه المفردة الأخرى وذكرنا أمثلة يعني كان مما ورد إلينا الفرق بين المجيء والإتيان على سبيل المثال وظهرت هناك جملة من الفروق ويمكن يعني أنا على سبيل المثال اقتصرت على ما هو أكثر إقناعا منها وإلا فبعض أهل اللغة ومن أهل التفسير أيضا من توسع فيها فلا يوجد إشكال الموضوع الثاني هو الأخ أحمد يسألكم عن الراجح لديكم في موضوع في من هو الرجل الصالح الذي ذهب إليه موسى لكن لماذا قلت إشكالا لأن اللغة التخاطب التي كانت بين المرأة وبين موسى عليه السلام كانت لغة مباشرة معنى ذلك أنهم يتكلمون لغة واحدة وكذلك التي كانت بين موسى عليه السلام والرجل الصالح لا يوجد في القرآن الكريم أثر لوجود ترجمان أو شيء من هذا القبيل فمن هو هذا الرجل الصالح؟ يعني أكثر المفسرين على أنه شعيب عليه السلام وهذا يعني قول قوي ولا يوجد ما يدفعه فظاهر القصة وظاهر سياقات القرآنية يسند هذا القول نعم وأنا أقوله حكاية عن جمهور المفسرين وجمهور العلماء نعم ولعدم كما تقدم عدم وجود ما يدفعه ويرده أما ما يتعلق باللغة فقد تقدم أيضا الحديث فيها بأن القرآن الكريم يحكي لنا ما وقع نعم لا يلزم بالضرورة أن يحكي لنا كيف كان التخاطب نعم وإنما لأن المقصود هو المضمون الذي دار فإن القرآن الكريم يعبر عنه بأحسن بيان فلكن هل يلزم من ذلك أن تكون لغة المتخاطبين واحدة لأن القرآن الكريم قصها لنا لغة بلسان عربي مبين نعم لا يلزم لا يلزم وإنما المسألة لا ريب أنها تحتاج إلى بحث جميل هل يمكن أن يقال بأن اللغة الفرعونية كانت طاغية في تلك الأزمة تشمل حتى الجزيرة العربية وأهل مدين وغيرها كما هي الحال في اللغة الإنجليزية اليوم ثقافة عامة أصبح لا يعني لا يوجد لا يوجد ما يمكن أن يسند هذا القول ولا حاجة أصلا إلى القول به نعم يعني استطرادا نعم ما الذي أوحي إلى موسى عليه السلام فنجد في كتاب الله عز وجل إشارات إلى أن هذا الذي أوحاه الله تبارك وتعالى علينا في القرآن الكريم كان موجودا من قبل فيما أوحاه وأنزله على موسى وعلى إبراهيم خذ سورة الأعلى على سبيل المثال في آخرها إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إن هذا المتقدم ذكره من حكم ومواعظ لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بلغاتهم نعم يعني الأقرب أنه بمعناه بما أوحاه الله تبارك وتعالى يعني على عباده على من استفاهم من رسله وأنبيائه من إيمان وعقيدة ومن مواعظ وأخلاق بل ومن تشريع لكن الآن السورة فيها مواعظ وإيمان ليس فيها أحكام تشريعية جميل وهذا يمكن أن يوجد يعني أيضا يمكن أن يفحص في مواضع أخرى من كتاب الله عز وجل سيما في إبراهيم عليه السلام نجده أيضا يعني يتكرر في القرآن الكريم أخ موسى أو يونس عفوا مربوء البغبغاء ينتظرون هل هي كالك أما أنا لم يعني لا أحفظ شيئا لا أحفظ نهيا فيها نعم ويعني ليس لي أن أقول فيما لا أعلم من علم حج على من لم يعلم ومن حفظ حج على من لم يحفظ لكن لم أطلع أن هناك من يعني قرنها بالكلاب واقتناء الكلاب على أن أيضا الأدلة الواردة في اقتناء الكلاب استثنت ما كان لزرع أو ضرع أو صيد نعم لكن في الببغوات لا أحفظ شيئا نعم وأكلها يجوز يعني ليست هي إن كانت من ذوات يعني يعني المخلب من الطير فهي منهي عنها لا أعرف لا أظن أنها من ذوات المخالب نعم نعم إن كانت ليست ثلاث مخلب فلا أحرج نعم قبل أن نطرح سيلة المتصل الأخير نأخذ مكالمة حتى لا تبقى على الخط كثيرا لكن هذا يعني نعم بين المنع من اقتنائها وبين يعني أكلها بون شاسة أيضا صحيح الأخ عبدالله العبري نعم أخ عبدالله تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أندي سؤال أسمع تفضل لك عبدالله أهلا بك سؤال امرأة تعمل معلمة للقرآن الكريم نعم وخلال ساعات عملها تريد أن تقيم دورة للتقويد مقابل ريالين والدورة للنساء التي تدرسهن علما بأن رسوم الدورة للمدرسة لدفع الإيجار وغيره هل يصح أخذ هذا المبلغ؟ أثناء العمل تقوم بهذه الدورة نعم ولنفس النساء التي تدرسهن جيد إن شاء الله طيب الله يبارك شكرا قصيرا الأخت أماني أرسميكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال الحمد لله الأخت أماني يا فاك الله تفضل الشيخ كهلان قال عن ذكاة ذكاة الزعب الزعب عنواع يعني فيه الزعب قيادة المساش وفيه 21-22 في المارسين في المارسين وفيه مننا في المارس وفي أحدى الكريمة فهو كامل نوزنا كامل مع بعض أقول له هذا بروحة وهذا بروحة طيب إن شاء الله بإذن الله تعالى أظن أن تقدمت إجابة عن هذا السؤال ولكن في الإعادة إن شاء الله فائدة إن شاء الله ورد أخت أماني عندي سؤال آخر نعم شكرا جزيلا فضلت الشيخ المتصل الذي لم أسجل اسمه في الحقيقة يقول يعني لم يستطع أن يقدم شيء من معروف لوالدي أثناء يعني في تلك الفترة التي كان معوزا فيها نعم تيسر له الحال قام بأداء العمر عنهما أو الحق كما قال هل هذا التصرف صحيح نعم تصرفه صحيح وهو مأجور مثاب على نيته وعلى سعيه هذا في التصدق عن والديه لما من الله عز وجل عليه بيسر الحال وهذا من البر بالوالدين بعد وفاتهما أن يدعو لهما وأن يتصدق عنهما فهو مأجور على ذلك والله تعالى أعلم إذن هو راشد الصالحي اسمه أيضا يسأل من مات وهو سكران هل تصح صدق عنه أمره إلى الله تبارك وتعالى ويعني نحن إنما مأمرون بالظاهر وأما البواطن والمصائر فهي إلى ربنا جل وعلا المطلع على السرائر وغيره أولى بالتصدق عنه في ظاهر الأمر يعني غيره أولى بالتصدق عنه والانتفاع من الصدقة جيد معلمة القرآن تقوم بإعطاء دورة أثناء عملها بمبلغ معين هذا النوع من التعامل صحيح في أثناء العمل يعتمد ذلك على عقد عملها الأصلي فإن كان عقد عملها يحدد لها نوع ما تدرسه ومقداره وهذا أمر زائد عنه ولا يتعارض مع أصلي ما هي مأمورة بموجب العقد أن تقدمه للمتعلمات فلا إشكال هذا من حيث التعصيل لكن حتى نفهم يقول بأنها تدرس القرآن الكريم وتقيم دورة في أثناء في التجويد لنفس المتعلمات إذن هي تعلم ماذا إذا كانت تعلم القرآن الكريم من لوازم تعليم القرآن الكريم تعليم التجويد إلا إذا كانت سريد أن تعلمهن مستوى متقدما رفيعا ليس من المنهج وهو ليس من المنهج ليس من أصل عقد العمل أيضا يعني ينبغي لنا أن ننتبه لذلك وأيضا في وقت العمل إن كان ذلك لا يؤثر أو رب العمل يأذن لها في وقت يسير لا يؤثر على أصل التزامها بالعقل الأول فلا إشكال أما إذا انخرم شيء من هذه الشروط فلا شك أن المسألة فيها حرج كبير نعم جميل أخت أماني تعطونا إجابة مختصرة لأنكم سبقوا أن أجبتم على هذا السؤال نحن نحاول بقدر الإمكان اقتطاعه ليكون منشورا الذهب بعضه عيار 18 21 22 24 هل هو متساوى في الزكاة أيضا الأحيار الكريم المرصع بها هذا الذهب الأحيار الكريمة والألماس الماس وما سواها ليس فيها زكاة نعم وإنما الزكاة في الذهب و اليوم أصبح ميسورا فيما يتعلق بالذهب نجد أن أسعار أنواع الذهب تأتي منشورة نعم فعيار 18 على سبيل المثال قيراط نجد قيمته 21 كذلك وال 24 قيراط نجد قيمته فيسهل على المزكي أن يعرف نوع ذهبه وأن يعرف المقدار الواجب عليه في الزكاة من الزكاة لكن لا تدخل في الزكاة الأحيار إلا أنها موجودة في داخل الذهب الصائغ يخرجها يقوم بإخراجها يقوم بإخراجها وإنما إن كان قادرا على معرفة وزنها بدقة فبها ونعمة وإلا فبالتقدير يعني يخرجها من الوزن من تقويمه لوزن ذلك الذهب يتوقع كم يكون وزنها نعم على أن يكون خبيرا عنده دراية بالمصوغات والأحجار الكريمة وأوزانها نعم مالك يبعث أسئلته باستمرار ونريد أن نأخذ على الأقل سؤالا واحدا منه أسئلة كثيرة وهذا كرر الحقيقة ولكن ربما يحدث عند الناس كثيرا ولم يستمعوا خاصة مسألة الحائض هذه قد أجبنا عليها ولكن الناس لا تزال تسأل مالك يقول شخص شرب ماء بعد أدان الفقر فاكتشف ذلك لاحقا هل عليه الإعادة أما إذا شربه يظن بقاء الليل فلا شيء عليه لكن لا ينبغي له أن يهمل ويتكاسل وأن يطرح التعرف على الوقت حتى لا يعرض نفسه للخطر ويلحق بهذه المسألة أيضا مسألة يسأل الناس عنها كثيرا وهي أنه سمع النداء ولكنه استمر في الشرب هذه الرواية التي يستند إليها والتي يذكرها بعض الفقهاء إذا رفع إذا سمعتم النداء في يد أحدكم إناء فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته رواية ضعيفة سندا ومتنا لا يحتج بها ولذلك فإن الواجب أن يتوقف الإنسان أن يمسك عندما يطلع الفجر الصادق فإذا كان هذا الأذان في وقت طلوع الفجر الصادق فإن عليه أن يتوقف عن الأكن والشرب والله تعالى آلم هنا سؤال مهم يقول كيف يتعامل المواطن مع المتسول هل يرده أم يعطيه مطلب المواطن من الحكومة هو التخلص من هذه العادة هل إذا أعطينا نساعده في التسول وضيعنا مهمة الحكومة هكذا يقول ربما المواطن مطالب من قبل الحكومة أن لا يساعد على ظاهر التسول لكن هذا يجده موجودا يقول ربنا جل وعلا وأما السائل فلا تنهر فإن كان لا يريد أن يعطيه فلا ينهر ليدعو له دعوة طيبة ويرده بكلمة طيبة لأنه لا يعرف ظروفه وأحواله وإن كان ميسورا فليمد إليه يد العون بما يستطيع ما لم تقوى الشبهات على أنه يتأثل مالا وأنه غير مستحق نعم هل يمكن في نصف دقيقة أن تجيبنا على هذا السؤال فضيلة الشيخ وهو الشطرنج في مسابقة الشطرنج بنية المنفع عبد الملك الصوافي يقول هل يجوز الاشتراك في مسابقة شطرنج نعم أي منفع هل يجوز الاشتراك في مسابقة شطرنج بنية المنفع فقط ليس للمال علما بأن المسابقة تشترط والدفع لكل المتسابقين والقوائز تكون للفائزين فقط هنا مسألتان إذن أولا ذات اللعب بالشطرنج والثانية كونها مسابقة وفيها دفع رسوم ثم يعني قائزة فأصل الشطرنج فيه خلاف نعم وهذا الذي فيه الخلاف إنما هو الذي يكون بعيدا عن المقامرة وعن الرهانات حتى تكون الصورة واضحة جميل فهو حتى وإن كان خاليا منها لأنه إن كان مقترنا بمقامرة أو رهان فهو محرم مثل سائر الألعاب التي تقترن بالقمار يكون حكمها حكم القمار أما إذا كان خاليا كان بلا قمار بلا رهان ففيه خلاف قيل بالمنع منه وقيل بإباحته مع الكراها وقيل بالجواز شريطة عدم الإدمان وقالوا بأن الإدمان أن يلعب أكثر من مرة في السنة نعم ينتفي عنه الإدمان يتحقق له الإدمان إذا زاد عن المرة الواحدة حتى لا يفهم ناس أنه كل يوم يعني يظنون أن الإدمان كذلك إنما يكون بأن يلعب كل يوم وحتى عند من يعني يرى بالمنع عدها من اللمم والصغائر ما عدها من الكبائر ومنهم من يعني عدها من خوارم المروءة وهي غير خارجة عن أحكام الله في الإسلام نعم فإن كانت غير مخترنة بمقامرة ولا بميسر ولا برهان نعم وكانت غير شاغلة عما هو أولى منها نعم من إقام الصلاة وذكر الله تبارك وتعالى وأداء الواجبات نعم وكانت خالية من الشحناء والعدوات ويعني قول السوء وكل ما يسخط الله تبارك وتعالى من قول نعم وكانت منها منفعة لتنشيط ذهن لاكتساب مهارة لما سوى ذلك فحينئذ هي في دائرة المباح بتحقق هذه الشروط أما ما يتعلق بالمسابقة فقد تقدم هذه الصورة التي ذكرها هي أن كلهم يشتركون ثم بعد ذلك تكون جائزة فهذه منهي عنها ولا تصح في هذه الصورة والله تعالى ألم أخذ الدقيقة وزيادة إذن شكرا لكم فضل الشيخ عزانا الكرام نشكر وإياكم فضل الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتر العام بالسلطنة نشكركم أيضا على حسن مواصلتكم ومتابعتكم لأن ألقاكم غدا بحول الله تعالى لطرح المزيد من الأسئلة إلى ذلك الحين نستولعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته